فهي تقول في كتاب اسمها المرأة الكاملة أو The Whole Woman في 1981 تقول أنها حزينة على أطفالها الذين لم يولدوا بعد انظروا هذا سبحان الله هي كانت تقول هي نفسها كانت تقول أن ما تخلفوش يعني بتقولي ما تخلفوش بعدين تجيلي تقوليلي أنا حزينة على أطفال الذين لم يولدوا بعد مجرمة والله يا مجرمة سبحان الله يعني الأخرى تتراجع ديت تتراجع إيه إيه والأخرى دي بوفاو اللي هي تعتبر أكبر شخصية التي ألفت الكتاب اللي اسمه الجنس الثاني الساكند ساكس واللي جود بويفرند بتاعها البويفرند بتاعها ده اللي اسمه سطري جون بول هي عمالة تقول سوري يعني أن ده غيرت العمية وآه عشان بس تصحه شوية البويفرند بتاعها اللي اسمه جون بول ده سطري مهم جداً وشخصية فخمة مش عارف إيه فلسفي وفيلسوف وكل حاجة عمالة يقول لها وهي بتكتب ده في القطة بغيره في بتاعها عمالة يقول لها يا بصي اكتب كتاب وهي بتعترف بالكلام ده اكتب كتاب عشان حقوق المرأة ومش عارف إيه وانظروا بقى هي بتقول ايه بتقول للنساء اللي اسمها سيمون دي بوفا بتقولهم في الجنس الثاني في الجنس الثاني تقول لهذه النساء لا تتزوجنا ولا تعتمدنا عن الرجال وأنتنا مساويات مع الرجال وما إلى ذلك وانظروا ماذا تقول في الأوضبوغرافي بتاعها أما بتتكلم عن نفسها بتقول ايه I felt dominated by someone else intellectually أن هذا الرجل مسيطر علي مسيطر ايه بتاعي ايه يعني انت بتقولي للنساء الأخرى بتقول لهم بتقول لهم روحي ما تجوزيش بتعمليش وانت بتروحي بتعترفي ان هو أقوى مني وأعلى مني وبيسيطر علي والله انت منفقة منفقة بتذكرني والله من الآية التي تقول مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمي هي شيطانة على فكرة دي والأفكار اللي بتدخل الشرق الأوسط جاي من الشيطانة دي الكلبة دي كلبة والله بتقول أنا بيسيطر علي عقليا بعدين بتقول للنساء هي بتعترفوا آه حب وحب ومش عارف إيه بتقول بصي إيه مسيطر علي عقليا وبعدين بتقول للنساء التانين متجوزوش ده عشان المساواة مش عارف إيه دمر حياة الناس بصي بتقول إيه بتقول كنت هي هيك منتظرة اللي هو البويفراند بتاعها اللي اسمه سطر ده منتظرة يجي من باريس وعملت عملت نظف بيتها ومش عارف هي بتاع صرف نظف بيتها وتعمل جيب هدوم ملابس إيه ده مرة هزقها تعرف هزقها لأنتي على فكرة أنت رب تمنزل تي هاوسوايف مير هاوسوايف تعرف هدف على نفسها دي القوية الأم النسوية قالت لأ أنا كنت والله فضحني وانا مكنتش أدرة بتقول إيه I was furious كنت غطبانة قوي على نفسي مع نفسي I was furious with myself and disappointed with him in this way يعني هي بتقول ما تجوزوش شوف اللي هي بدأت هذه الايديولوجية بتقول لكم تعملوا حاجة وهي بتعمل حاجة تانية بتنظف البويفريند بتاعها وتش عارف إيه بتلاقيها بتعمل حاجة تانية يعني سوري بتقول بيصارع عليها بتقول الطرق أنا بقول لكم الكلام دا ليه لأن في الحقيقة الذي ذكره الشيخ في المنظومة صحيح هو ذكر هو ذكر دراسة قد جرت من مئة ألف ودي الدراسة اسمها Blanche Flower and Oswald 2000 وذول اسماء اللي هما علماء اللي هما جروا هذه الدراسة وفي هذه الدراسة مئة ألف شخص كان موجود من سنة ألف سعمائة وسبعين إلى سنة ألف سعمائة وسبعين شافوا أن سعادة النساء نقصت وسعادة الرجال ارتفعت وبعدين بيقول لك الدراسة بيقول لك الدراسة not been successful أن القوانين اللي هي تغيرات الحصل النسوية مش عرف إيه أو أقصد القوانين اللي هي القوانين اللي هي أعطت المرأة حق المساواة في العمل وكذا has not been successful ليست ناجحة في كل البلدين أي إنجلترا أو في أمريكا في أيضا في إيه في إعطاء النساء يعني سعادة أكثر وكذا فما كانش ما كانش إيه ناجح كان إيه فاشل فالنساء حتى الحاجة دي مش تغلتش ده أكبر دراسة قد جرت في التاريخ وكانت وروا الحاجة دي كلها كانت فشلة ولماذا لأنهم بدأوا بمقدمة فاشلة باطلة طاحبة مغالطة وهي مقدمة تقول أن الأشياء المتغيرة لابد أن تعامل معاملة المساواة ترجمة نانسي قنقر